واحد بيسأل سؤال بيقول بعد الموت سوف نصير مثل ملائكة الله فالشيطان كان ملاك وسقط فهل يسقط الانسان بعد الموت ام اخطأ طبعا لا لان الشيطان لما اتخلق اتخلق في اكمل صورة الشيطان لما اتخلق اتخلق في اكمل صورة جماله وجلاله خله يتكبر وكان مطلوب من الشيطان ان كل الملائكة تسمع له ولما يتجلى الله للملائكة يسجد وهو يسجد معهم فكان بيتصور له في قلبه ان لما بيجي يسجد اهانة لكرمته امام الملائكة فقال طب وانا ليه مرفعش كرسية فوق كواكب العلي واصير مثله وانا اطلب ان يبقى المجدلية غلطة الشيطان غلطة فظيعة ان نفتكر ان الكترة تغلب الوحدانية يعني الله واحد والملايكة ربوات ربوات والوف والوف لو خضعوا ليه كل الملايكة ممكن يقدر يتصدى لله وما يعرفش تاهد عن مخه ان الخالق والمخلوق مفيش مقارنة بينهم عشان كده في الاخر ربنا هيوري له مقامه وهيبيده بنفخة من فمه هيبيده بنفخة من فمه فالشيطان لما تكبر في مجموعة تلت نجوم السماء يعني تلت الملايكة اطعوه وخضعوله وسجدوله وسقط هو وهم اللي فضلوا الملايكة اللي هم التلتين وكان بقيادة ميخايل رئيس الملايكة ورؤساء الملايكة اربعة ميخايل وجبرايل ورافايل وسريال الاربعة دول عشان تبقوا عارفين هم دول اللي كانوا كل واحد ليه قيادة معينة لكن ميخايل يرأسهم كلهم اللي هو ميخايل رئيس الملايكة وهو ده اللي هيجي يصنح حرب مع الشيطان ويسقطوا زي ما هنشوف في سفر الرؤية اصحاح 12 هنا بعد احنا اما الانسان لما خلقوا ربنا خلقوا في اضعف صورة صورة طرابية فالصورة الطرابية تخليته منكسر وهو يعرف ان لما هيتم خلاصه ويبقى انسان نوراني هيعرف ان المجد يرجع لالله الخلاص كله يرجع لالله فهيكون خاضع لالله بالكامل فما عندوش الصورة اللي تخليه يتكبر ويسقط زي الشيطان وملايكته الشيطان وملايكته اتخلق قوي لكن احنا اتخلقنا ضعفاء عشان كده هنبقى خدنا الصورة القوية هي الصورة القوية اللي مفهاش لسقوط لانها تتحول اجسادنا الى اجساد نورانية وارواحنا ارواح نورانية اشتركوا في القناة